تعال نشوف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قال ايه؟ قال يا جماعة كذب طيب يا فندم هل فيه اي انخفاض فيه منسوب المياه في بعض الاماكن؟ ايه شوف المعهد قالك ايه؟ قالك ايه وده عادي وبيحصل بشكل دوري ومرتبطة بحركة المد والجزر وملهاش اي علاقة بحدوث التسونامي وانه محطات رصد حركة المياه في البحار رصده ده وعارفين وفاهمين منسوب المياه بينحسر امتى وباي قدر وبيعود شكله الطبيعي امتى والمنسوب هيرتفع مرة تانية في الموعد المحدد الطبيعي بتاعه اللي بيحصل بشكل طبيعي ودوري ويا جماعة ده كل الكلام ده عن المعهد يا جماعة لا داعي للانسياق وراء هذه الاخبار المغبوطة